وخلال جولات التفاقدية بمنطقة الغورية وبابزويلة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على القيمة البالغة لمنطقة القاهرة التاريخية التي تضم نحو 537 مبنى أثري مسجل في التراث العالمي ومنظمة اليونسكو لتعتبر كنزا من التراث الحضري وأشار مدبولي لأن المنطقة عانت كغيرها من عدم الرغبة في التدخل للتعامل مع المشكلات التي تعاني منها وهو ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير ونبه مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه مع الخروج إلى العاصمة الإدارية الجديدة لن ترفع أياد التطوير عن مختلف مدن وعواصم الجمهورية القديمة كالقاهرة والإسكندرية وبرسعيد كما تناول مصطفى مدبولي الشئعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل معلومات مغلوطة ومضللة عن اعتزام الحكومة القيام بتنفيذ أعمال هدم وتهجير لسكان المنطقة مؤكدا أن هدف الدولة هو التطوير والتحسين وليس إخراج الأهالي من المنطقة أو تنفيذ أعمال هدم أو إزالة مؤكدا